مع تكرار حوادث إطلاق النار مؤخراً في الولايات المتحدة يواصل مشرعون من الحزبين في الكونغرس جهودهم لتشديد قوانين حيازة الأسلحة السيناتر الديمقراطي كريس ميرفي وزميله الجمهوري جون كورنين يقودان محادثات مع سبعة أعضاء آخرين قال ميرفي إنها تلاقي تقدماً للتوصل إلى تسوية بشأن تقديم تشريع يمكنه الحصول على ستين صوتاً التي يحتاجها للمضي قدماً وإقراره في مجلس الشيوخ نتحدث عن تغيير ذي مغزى في قوانين الأسلحة واستثمار كبير في الصحة العقلية وربما تخصيص أموال لأمن المدارس وهذا سيخلق فرقاً فقانون الإشارة الحمراء يمنع الأفراد المصنفين كخطيرين أو يتوقع منهم الخطر من شراء الأسلحة كما يسمح بمصادرتها موقعاً منهم ويرى المشرعون النموذج الذي طبقته فلوريدا منذ عام 2018 نموذجاً للمقترحات لتطبيقها على مستوى جميع الولايات لا أعتقد أن هناك أي قانون يمكنه القضاء على عنف السلاح في الولايات المتحدة حتى ولو اعتمدت العديد من الإجراءات التي يمكن أن تقلل العنف على أفضل وجه لكن نظراً لوجود العديد من الحوادث حتى الانخفاض الطفيف فيها يمكن أن ننغذ أرواحاً كثيرة أما في مجلس النواب فيخطط الديمقراطيون للتصويت على مشروع قانون خاص بهم هذا الأسبوع يسمى قانون حماية أطفالنا يحضر تصنيع وبيع مخازن الذخيرة ذات الساعة العالية كما يرفع سن شراء البنادق الهجومية شبه الألية إلى 21 عاماً يكثف أعضاء مجلس الشيوخ جهودهم لاتخاذ قرارات سريعة في ظل تزايد عمليات إطلاق النار ومن القضايا التي لا تزال موضع خلاف بينهم العمر الذي يسمح به بشراء بنادق نصف ألية والتي من المرجح أن لا تدرج في التشريع الذي يناقشونه حسين الطاود العربية واشنطن